صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه عمرك تخيلت انك تخلف وتكون ملامحك لسه شباب وابنك تلاقيه وهو لسه عنده 3 او 4 سنين ملامحه بدأت تتغير وبقت اكبر منك وكأنه هو ابوك او كبير في السن للأسف التخيل ده صح بس هو بيحصل لطفل من بين كل 4 مليون طفل وبيكون اسمه الشيخوخة المبكرة في سنة 1886 تم تشخيص اول حالة شيخوخة المبكرة وكانت اعراضه ان في السنة الاولى بعد ميلاد الطفل بيبدأ يحصل تباطؤ ملحوظ في نمو الطفل وبيبدأ شعره يقع بيبدأ شكله بياخد مصار الشيخوخة ان عينه تبدأ تكبر وتبغه تبدأ تكبر مقرنة بحجم جسمه والأولدة بتكون بينا جدا نتيجة دمور طبقة الجلد وللأسف متوسط عمر الاطفال ديت بيكون من سنة ل13 سنة واكتر حالة قدرت تعيش اسمها تفني وعاشت لمدة 43 سنة لأسف المرض دوت ما بيتمش التعارف عليه عند الولادة لان الطفل بيكون واخد الشكل الطبيعي جدا ولكن بعد مرور سنة بتبدأ ظهور الاعراض اللي هي بتكون نتيجة خلل في جين معين اللي مسؤول عن تكوين غشاء النواة بتاعت الخلية وبالتالي بيانتج عنه بروتين متهالك وبيحصل له تكسير بصفة مستمرة بالتالي بيشيخ بسهولة وبتبدأ عليه ظهور الاعراض بالأسف المرض ده ملوش اي علاج لكن الاطباء بيبتدوا يعالجوا ان هما يعدلوا في النظام الغذائي ان هما يقللوا كليسترول بالتالي ان هما يقللوا معدل حدوث للكلاطات الدموية اللي هي المسؤولة الاساسية عن وفاة الاشخاص دول لكن في طريقة واحدة بس للعلاج وتجربت على الفران وهي عن طريق التعديل في الجين نفسه وبالتالي يقدر يرجع تاني زي مكان صحي وبيقدر ينتج البروتين تاني اللي هو كان بينتجه اللي هو خشاء النواة بتاعت الخلية في النهاية هتمنى اكون فدتكم معلومة جديدة لو عايز تقرأ اكتر عن الموضوع هتلاقي المصادر في الدسكريبشن ممكن تقرأ اكتر عنه لو عندك اي فكرة ممكن نعالج بها المرض ده ممكن تكتبها لنا في التعليقات نفكر فيها مع بعض ترجمة نانسي قنقر